السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فونتوتو الخاصة ببيع وشراء السيارات المستعملة في جميع أنحاء المملكة المغربية متابعين الكرام سعداء بلقياكم في مناسبة أخرى واليوم جبنا لكم واحد العرض واحد آخر اليوم لدينا واحد لقام السيارات الاقتصادية لوريقتها بصوار بالنسبة للسيارة التي لدينا اليوم هي من نوع طيوتا ستارليت أنا تنعطي المواصفات السيارة وحاولوا تتبعوا في الفيديو الصوار لكي ترى الحالة السيارة كديرة لا من الداخل ونمع لبرة وتحاولوا نديروا لها واحد تقييم وتشوفوها كي عاملة بالنسبة لهذه السيارة الموديل ديلها سنة 1998 الوقود التي تستعمل إيصونس هذا فيديو صفتنا صاحب السيارة لذي حاول يبيننا السيارة من جميع الجوانب ديولة كما قلت السيارة تستعمل الإيصونس عندها سبعة دير الخيل وبالتالي الضريبة السنوية ديالها 350 درهم وبالنسبة للتأمين كما قال لنا صاحب السيارة تيخلص سبعمائة وعشرين درهم للطلط شهور هنا الفيديو تيبينا السيارة كي ديرا لو كانتم ما كتشوفو الحالة الداخلية ديالها كي ديرا هنا الكوسانات القرنيتور للبيبان سقف السيارة كتبا نقية الداخل مزيانة وحتى بنسبة الكاروسري ديالها والسبغة ديالها حتى هي كتبا مزيانة كما قلنا السيارة نقية واقتصادية الوريقات ديالها صغار لنك مدتن قول الوريقات صغار ستنهضر المصاريف ديال السيارة لمن ناحية ديال لفينيات ولا من ناحية ديال تأمين لأسورانس دونك بالنسبة لهذه السيارة هذي كين اللي تيقلب على السيارة التي تكون اقتصادية ما فيها شيء صير بزاف وفي نفس الوقت تكون صغيرة تيت تحكم فيها بالنسبة لستاسيون ما وما تلقاش مشكيل يخدم بها ووصل المدينة وكين أو ثاني اللي تيبغي يشري اول سيارة يكون اللي اخذ البرمي وتيبغي يتلقي الدو وتيقلب على النوع للسيارات هذي أو اللي اللي يكسب سيارة على قد الحال ويهز رجلاته ويتمش بها الخدمة ويهز وليداته على شل لا ما كان تم مشكل بالنسبة لهذه السيارة هذي الاسوبسيون رياض فيها الفيرميتور سنتراليزي يعني البيبان تسدو كلهم بسده وحده مرة وحده لنسبة الحالة السيارة كما شفنا سيارة قيم الداخل بالنسبة الصالون والقرنيتور والسقف كما شفنا في الفيديو بالنسبة الكاروسري كذلك وبنسبة الميكانيك كما نقول دائما نشوف هذا النوع السيارة الصغار لا ترقش فيهم مشكل الميكانيك بالنسبة لها السيارة توجد في مدينة طنجة وبالنسبة الثمان التي تطلب صاحب السيارة يقول 30 ألف درام أي 30 ديال المليون وبالنسبة الثمان قابل للنقاش اللي عجبته السيارة ما علي إلا يتواصل على الرقم ديال الهاتف ديال صاحب السيارة اللي تيبان في الشاشة والله يسر البايع والشاري بالنسبة بالنسبة للناس اللي تيشوفوا القناة ديال اول مرة تنقول لهم فعلوا زر الاشتراك فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد وبالنسبة للمتابعين الاوفياء تنقول لهم شكرا جزيلا لكم على الوفاء ديالكم وبالنسبة للناس اللي التحقوا بنا مؤخرا الحمد لله نهار على نهار تيزاد المشاركين تنقول لكم مرحبا بكم شكرا على الاتقاء واشرفتنا واشرفتوا القناة شكرا لكم والى اللقاء